استنكر رجال دين وشخصيات من المسلمين والمسيحيين والإزيديين في محافظة دوهوك جريمة حرق المصحف الشريف من قبل لاجئ عراقي متطرف في مملكة السويد مؤكدين أن هذه الجريمة لا تعد من الحريات بل اعتداء على مشاعر أكثر من مليارين من البشر نجن ونستنكر وندين بشدة ما قام به أحد مواطني السويديين وأمام أكبر مسجد في العاصمة ستوك هولم وعراقي الجنسية أعتقد لقد أثار غضب مليار ونصف مليار مسلم في العالم وجرح مشاعرهم كمسلمين يعتبرون القرآن شيء مقدس مثل التوراة والإنجيل وهذا شيء غريزي وشيء طبيعي لكل معتقد ولكل ديانة مهما كان سماويا أو غير سماويا القرآن يرشدنا كيف نتعامل مع الآخرين مع الغير المسلمين ففي النصوص القرآنية يدلنا على احترام الأديان الأخرى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ولفخامة رئيس الأقليم ولرئيس الحكومة من السيد مسرول بارزاني ونيتشيفان بارزاني ولكل الأحزاب الكردستانية والقيادات الكردية لهم موقف يعني فعلا يهنئنا بما بدأ له من آراء حقيقة الشخص الذي يدعب المسيحي نحن كمسيحيين أصلا نستنكر هذا حتى ديانة المسيحية تستنكر هذا العمل لأن ديانة المسيحية ديانة محبة ديانة السلام ديانة تحب أي شيء تكون يساعد الإنسان أي شيء تكون يكون في خدمة الإنسانية هذا الشخص الذي مزق أو حرق القرآن الكريم أعتقد وليس أعتقده ولكنني أجزم أنه مريض نفسي لهذا أحنا كمسيحيين كردستان وخاصا أحنا مسيحيين دهوك نستنكر هذا الشيء ما جرى من عمل مشيين قبل يومين في مملكة السويت حقيقة أثار استنكار الإنسانية بجميع ديانها وطوائفها لأن جرح شعور ملياري مسلم بالإساءة إلى القرآن الكريم حقيقة ضرب قاصمة للإنسانية بجميع ألوانها وأطيافها لذلك هذا العمل المشيين محل استنكارنا وتذمرنا جميعا هو عمل فردي طائش وعلى الدول التي تنادي بحرية التعبير أن تتعامل بحذر مع هكذا أعماليا حقيقة هذا العمل المشيين لا يدخل في خانة حرية التعبير فأن تجرح شعور ملياري مسلم ليس حرية للتعبير حرية التعبير هي من تنادي بالحقوق المشروعة برفع الظلم بالمطالبة بتصيح المسارات الخاطئة ما موجود في كردستان من تعايش ومحبة وسلام بين مختلف الأديان والمذاهب الكردستانية إن شاء الله ستبقى صورة زاهية ولن تتأثر